كمان نواصل معكم ونقول لكم ده حصل كمان مع كرة السلة ورجال كرة السلة وكتيبة جستي بعد ما كنت قريب جدا من فكرة ان انت تاخد برونزية كأس عالم ثم تفقد بطولة عربية يعني من الدور نصف النهائي ويتقدم مستوى اقل من البطولة الماضية واقل من البطولة انت كنت حامل لقبها بتعود من جديد في دور المرتبط حصل لك بعض الهزات امام سبورتنج تحديدا في المجموعات البعض استشعر ان الفريق رايح لسكة اخفاق جديد ولكن الحقيقة لعبي النادي الاهلي سواء على نطاق الكبار او حتى على نطاق الفريق المرتبط الحقيقة عامل رقم يعني مشرف جدا 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 وكان نقطة مضيئة جدا جدا في هذا الدوري لم يخفق او يهزم في اي مباراة ودي طبعا لقطات من طبعا يعني تكريم فريق كرة السلة بالبطولة التانية يعني دي البطولة التانية السنادي تحققت بطولة السوبرا فارس امام نادي الزمالك ودي لقطة يا جماعة لازم نقف عن ده كتير الحقيقة اللقطة دي لقطة دكتور هشام العمري شقيق طبعا الاستاذ العمري فاروق ربنا يشفيه عافية رب حرص النادي الاهلي على تواجد الدكتور هشام العمري وحرص كابتن طبعا خالد على تواجد الدكتور هشام العمري وجوده فارس في منصة ومراسم التطويج هي رسالة بتقولك ده النادي الاهلي اللي احنا بنحبه ده النادي الاهلي اللي لقطات دي دايما بنستنها ودايما النادي الاهلي ما بيغزلش جماهيره ولا بيغزل المجتهدين المخلصين للنادي فكانت لقطة مهمة جدا طبعا حد من شقيق بقى حد من ريحة الاستاذ العمري فاروق ربنا يشفيه رب كان متواجد كان متواجد في مكان تواجد الاستاذ العمري فاروق لحظة التطويج سوى أسامة يعني زي ما انت بتقول احنا بنحب النادي الاهلي بس بنحبه بزيادة عشان المشاهد اللي زي دي لأمان يا جماعة المشاهد اللي زي دي بتحس ان انت عندك كده تقاليد اهلوية مختلفة نوع من انواع يا اخ الطبطبة والمواسان النفسية والدعم النفسي اللي انت بتوصلها لشقيق الوزير السابق العمري فاروق استاذ الشام العمري بتوصل رسالة بتوصل رسالة كمان ان هذه العائلة لها اسهام في النادي الاهلي وليها تضامن والناس كلها يعني بتشاركها المشاعر وطبعا يا جماعة احنا كلنا يعني بالتلقائية كده دايما هتلاقي نفسك أسامة في المشاهد اللي زي دي بتبحث عن الاستاذ العمري فاروق هتلاقي نفسك بتروح لفيسبوك عنده عشان تشوف الحمد والشكر لله اللي هو كان بيكتبها دايما نمكن طبعا ظرف صعب ولكن اكيد مفيش حاجة بعيدة على ربنا واكيد ممكن قريب بإذن الله بإذن الله بدعوتكم بدعوتكم قبل اي حاجة وبكرم ربنا وبلطف ربنا نشوفه تاني ولكن انا اسامة ما زلت عجبني رسالة الوفاء اللي لم تقف أبدا عند إدارة النادي الأهلي أو الجهاز الإداري أو القطاع ولكن كانت رسالة من الجميع